يعني يتوقف التسجيل ولكن ما أمكاني تلقى على بعض التعديلات تعديلات الشخصية إذا حضرتك المسجلة وما كان عندك هوية وحصلت على الهوية يحين فتح باب التسجيل مش التسجيل تعديل تعديل من بعد 31 واحد يقدر واحد يكمل وراء وفي كتير عائلات ما عنده هويات في كتير عائلات في عنده إشياء خلينا نقول إذن إحنا عم نقول بحدود الـ 560 ألف عائلة عندنا بحدود الـ 160 ألف عائلة منه مكتمل ملفاتهم ما ضروري يكون منه مكتمل ملفاتهم هوية ممكن يكون منه مكتمل ملفاتهم إيبان ممكن شغلات تانية دفتر السيارة الحسابات المصرفية ممكن يكون هيك فأنا بقول أنه هالـ 160 ألف عائلة مقارنة للرقم اللي تسجل 560 منه نكتار وفي معهم الوقت أنه يرجعوا يعدلوا ملفاتهم وما رح ناخد المبدأ أنه إذا مستحقين نوقف لهم الدفع تيكونوا كمبلوا ملفاتهم يحين دفع لهم وعلى أنه يتابعوا ملفاتهم بموضوع قبول ورفض الطلبات ما هي المعايير التي تتبعونها لأخذ القرار أول شيء خلينا نقول أنه هالمنصة هي منصة ممكنة نحن طلعنا من التدخل البشري من أول يوم حضرتك أو أنا أو أي إنسان بده يتسجل يحيتسجل عبر هاتفه الشخصي حتى لما الجمعيات أو المخاتير أو أي مؤسسة عم بتساعد عم بتساعد على إدخال المعلومات الشخصية ما بتقدر تأثر على المعلومات يعني وهذه الشغلة لازم نكون من أول الطريقة عارفينها لكن حررنا الناس بالتسجيل هو التسجيل شخصي وبالأحرى شخصي للعائلة خلينا نقول يعني شخص للعائلة تاني شغلة بده يصير في عملية تقييم عبر تقنيات متطورة إلكترونية نقدر نتأكد من المعلومات تاني مرحلة في عنا بحدود 200 ألف عائلة اللي هن أكثر أكثر فكرا يعني حيبينوا يعني عملهم بده يصير لقلهم زيارات منزلية بكل المناطي وهذه الزيارات المنزلية هتكون سريعة ما لا هتكون للسنوات عنا أقل من شهر ومن بعدها في عنا بواحد أدار بنا نبلش بالدفع لأول جزء مستحق ويصير يطلع على الموضوع التصاعدية من المئة وخمسة وتسعين ألف عائلة بنا نختار مئة وخمسين ألف عائلة بالنسبة لبرنامج أمان ضمن معايير الأكثر أكثر فكرا يعطيك مثل ما نعقد الأمور أنا بقبض وغيري ما بيقبض أنا بملك بيت وغيري ما بيقبض أنا عندي تسع ولاد وقاعد بقودة وما عندي ولا مردود وما عندي شيء وما عندي شيء وفي غيري عنده إمكانيات حتى لو اليوم إمكانياته ما بتخليه يعني منه ميسور كل هذا بعضه أفقر من هذا فلكن نحن شفنا هالمنظر هيدا المنظر اللي شفنين يوم عن عائلة أو هالمشهد اللي شفناه أو هالفيلم اللي عرضتوا اليوم هيدا عائلة ونعم مزري بينما إذا عائلة عندها نمرة حمراء وعم تشتغل أكيد هيدا عائلة بتاخد قبل هالعائلة حضرت الوزير المسجلين أي ما تب يعرفوا إذا قربي للطلباتهم أو لا بدأت بلش الزيارات المنزلية خلال شهر شباط وخلال آخر أسبوع من شباط بدوا يبلش ينبعد مسجات للعائلات المستفيدة على أن يقبضوا والمساج بيقول أنك أنت مستحق وبنفس الوقت بدك تقبض بهذه الطريقة بهذا التاريخ وهيدا خلال شهر شباط تسجيل بالأول إلكتروني تقييم إلكتروني المجموعة اللي أكثر التقييم كيف بيصير يعني بيفصلهم بين فقراء يحيبين علينا يحيبين علينا من يملك بيت من لا يملك بيت من يملك سيارة من لا يملك سيارة هذا طبقا للمواطن هو شو عبى بهذه الأبليكيشن صحيح وبعدين في عنا التقنيات الأبيئي اللي بدأ تعمل ترابط وتواصل بالمعلومات ما بين المؤسسات قال ما عندي مصاري بيّن أنه عنده مصاري كل هالقضايا بدوا يصير في على متابعة إلكترونية يحيو سأل بالآخر أنا عبيت ولكن اللي عبيته صحيح من بمئة واللي عبيته منه صحيح منه صحيح يعني بدوا يصير برا عبيته صحيح وأنا مطابق يعني أنا بيّن أني من أكثر فقراء بعد عندي هلأ بدي يشوف على المئة وخمسة وتسعين ألف عائلة لأكتر فقران بدنا نروح نزور على الأرض إلا نحنا ما عنا ما عنا وبيّن إلكترونيا ما عنا بدنا نروح نطابق الإلكتروني على الأرض وكل شيء من بعد ما يبيّن على الأرض ساعتب يعني المئة وخمسة وتسعين عندك تلتين منهم بدون يقبض والتلت ما يحيقبض كيف؟ يعني المئة وخمسة وتسعين ما نقّ منهم مئة وخمسين شكرا للمشاهدة